لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان أما بعد هنا أيها الإخوة في الله موضوع مهم وينبغي طرقه وينبغي أيضا التحذير والحذر منه كثرت المستشفيات وكثرت بسببه الأمراض ألا وإنه العين وهذه العين حقيقة قد أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق وجائضا في السنن عنه عليه الصلاة والسلام العين حق وقال عليه الصلاة والسلام أنها تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر فلهذا ينبغي على الإنسان أن يكون دائما مستعينا بالله عز وجل وحاذرا من أن يصيب أحدا أو يصاب هو أحد من شياطين الإنس والجن والغالب أيها الإخوة الكرام أن هذه العين تقع والعياذ بالله بسبب الحسد والله سبحانه وتعالى ذم ذلك بكتابه بقوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وكاد أهل الشرك والكفار أن يعينوا نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم يعني يعينونك يا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه العين لا تكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى الكون لا يمكن أن يقع شيء إلا بقدر الله سبحانه وتعالى ولهذا العبد يسلم لهذه الأقدار فإن الله سبحانه وتعالى كتبها على بني آدم قبل أن يخلقوا لكن هنا أمر ينبغي على أهل الإيمان التنبُّه له وهي أن هذه العين جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت في حياته عليه الصلاة والسلام قد روى صاحب الصحيح من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فتأخرت عنهم يعني عن القوم ورأيت ماءً فخلعت ثيابي لكي أغتسل فرآه أحد الصحابة وهو عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ووصفه بوصفٍ دقيق قد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا وصف الإنسان أخاه انطلق الشيطان في ذلك حيث أنه لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيتحمل هذه المصيبة العظيمة ولهذا عامر بن ربيعة لما رأى سهل بن حنيف وكان سهل رضي الله عنه قد أعطي جلدا حسنا وكان رجلا أبيضا فلما رآه قال ولا جلد مخبأة والمخبأة كما قال الشراح هي البنت العذراء التي لم تدخل على زوجها بعد فوصفه بهذا الوصف ثم لبط سقط سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه فانطلق أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو متغيض عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون قالوا عامر بن ربيعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه هل لا إذا رأيت شيئا أعجبك بركت يعني قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكان من علاج هذه العين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعة أنه يتوضى وجاء في رواية أنه يغسل يديه وركبتيه ويصب على داخلة إزاره قال فلما فعلنا ذلك بسهل قام كأنما نشط من عقال كأنه لم يصبه شيء قال فمشى مع الناس وهذا يدل أيها الإخوة على حقيقة العين ولهذا مجاهد رحمه الله تعالى يقول ينبغي لمن دخل بيته ورأى شيئا حسنا أن يقول ما شاء الله تبارك الله الإنسان يبرك إذا رأيت شيئا يعجبك فعليك أن تبرك حتى من أهلك إذا رأيت من أهلك وحتى من نفسك ويذكر أن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى يقال إنه عانى نفسه نظر إلى المرآة وقد لبس الجميل من الثياب فقال محمد صلى الله عليه وسلم فتم من قريش ونبي مرسل ثم أخذ يعدد وقال أبو بكر خليفة رسول الله ثم ذكر عمر ثم أتى على نفسه وقال أنت شاب جميل ثم لم يلبث إلا شهر حتى توفي وهذا يذكرها أهل التجارب أن الإنسان إذا لم يبرك ولم يذكر الله سبحانه وتعالى فقد تقع وأمر آخر أيها الإخوة في الله أن الإنسان يكون دائما ملازما للطاعات والأذكار الشرعية ومن الطاعات التي بإذن الله عز وجل تكون سببا بإذن الله سبحانه وتعالى المحافظة على هذه الصلوات قد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله أي في حفظ الله وفي كلاءة الله وفي رعاية الله فأنت يا عبد الله حافظ على هذه الصلوات خصوصا صلاة الفجر التي هي من الأسباب المعينة على حفظ الله سبحانه وتعالى وخصوصا أيضا أن الإنسان يبتدئ يومه بطاعة الله سبحانه وتعالى ويبتدئ يومه بتوحيد الله فأنت إذا صليت الركعتين التي هما ركعة الفجر السنة وقرأت فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو قل آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب بدأت يومك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد أنه يبدأ يومه بتوحيد الله سبحانه وتعالى ومن الأذكار التي بإذن الله عز وجل تقي من العين قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما معنى أعوذ يا عباد الله ألتج إلى الله أسلم نفسي إلى الله ألتج إلى الله سبحانه وتعالى بأنه لا يضرني شيء من هذه الشياطين شياطين الإنس والجن إلا بأمر الله سبحانه وتعالى فإذا استعدت بالله سبحانه وتعالى أعاذك من هذه الأشياء وقبل ذلك يكون القلب أيها الإخوة معلَّق بالله لأن بعض الناس يكون عنده شيء من الخوف ولهذا تجد أن بعض الناس قد تصيبه هذه الأمراض مثل كورونا وغيرها بسبب خوفه وهذا العامل النفسي عامل مهم قد يموت الإنسان بسبب الزيادة والوسوسة من كثرة الاحتياطات فهنا كما قال أهل العقائد يعني ترك الأسباب طعن في العقل وفي الشريعة والعمل بالأسباب هو التوكل على الله إذا توكلت على الله وفعلت الأسباب الشرعية فإنه لا حرج لكن أن يكون القلب دائما خائف من هذه الأشياء ومتعلق بالأسباب يكون في ذلك ضرر على الإنسان بحيث أنه تصيبه هذه الأشياء ودائما سبحان الله الذي يتوكل على الله ويجعل أمره إلى الله سبحانه وتعالى تضمحل هذه الأشياء ولهذا قوة التوكل على الله يعني هذه الأسباب تختفي بسببها يعني تأمل في القرآن ومن ردد القرآن تبين له عظم هذا الأمر العبادة العظيمة وهي التوكل على الله عز وجل تأمل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل توكل على الله انقلبت هذه النار الحارة إلى برد وسلام لماذا؟ لأنه علق قلبه بالله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى هو خالق هذا العنصر سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى وتأمل أيضا يعني أحوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما مثال ذلك عندما كان في الهجرة عليه الصلاة والسلام فعل كل الأسباب عليه الصلاة والسلام من ذلك أنه اتخذ عبد الله بن أريق الليثي في الهجرة كي يدله على الطريق وكان رجلاً خريتاً وأيضاً يعني اتخذ طريقاً لم تفكر فيه قريش فدل على أنه فعل الأسباب وكذلك اتخذ ذاك الراعي حتى يعمي على المشركين أقدامه وأقدام أبو بكر رضي الله عنه لكن بقي أمر وهو أن هؤلاء المشركين لما وقفوا على الغار وكان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يعني قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا شف الآن انعدمت كل الأسباب لكن لما توكل على الله عز وجل وجعل الحفظ من الله سبحانه وتعالى كما قال الله فالله خير حافظة فالله خير حفظة وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى فجعل أو هذه تلك الأسباب انقطعت كلها وبقي مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول أهل السير أن الله سبحانه وتعالى أعمى هؤلاء الكفار عن النظر إلى أسفل منهم وهذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان إذا توكل على الله عز وجل مع فعل الأسباب الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى يكلأه ويرعاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وصلى الله وسلم ومبارك على مبينا محمد ترجمة نانسي قنقر